الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لحماية حدودها فأوقفت الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا وأخترت خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات التي يجب أن يوقع عليها القادم إلى مصر من عدد من الدول ليس فقط يعني إيقاف الطيران مع جنوب إفريقيا ولكن هناك إجراءات أخرى للقادمين من ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا وإستوانيا وهي إخضاع القادمين لفحص الحمض النووي وبيفضلوا في حالة حجر صحي حتى نتأكد من النتيجة خلونا نتعرف على هذه الإجراءات من دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم وزارة الصحة دكتور حسام خليني أبدأ بسؤالك أولا هل يوجد هل رصدنا أوميكرون في مصر؟ يعني حتى الساعة لم يتم رصد حالات كورونا إيجابية مصابة بمتحور الأوميكرون الجديد هل نحن نعرف خصائص هذا المتحور علشان كده نقدر إحنا عندما يعني نكتشف حالة نقدر نفهمين أنها أوميكرون أو دلتا أو غيرها؟ أي يا فندم أنه التسلسل الجيني للفيروس معروف والتغيرات التي حدثت على هذا تسلسل الجيني وقدت إلى وجود التحور اللي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون هذا المعروف حصل فيه بالضبط وفي أي جزء من الجين أو في أي جزء من الفيروس وهو حصل فيه الجزء اللي بنسميه السبايك بروتين أو البروتين العالي اللي هو بيقوم بدور الانتصاق بالخلية البشرية وبيساعد الفيروس على أنه يفزو ويدخل الخلية البشرية فإحنا مش بس إحنا يعني التسلسل الجيني معروفة عندنا ومعروفة عند الباحثين على مستوى العالم إيه التغيرات التي حدثت اللي احنا وصفناها في البيانة التي علامتها وزارة الصحة بالأمس في تغيير في أكثر من 30 إلى 50 موقع على الفيروس ماذا عن الحالة التي قالت بلجيكا أنها أول حالة في أوروبا تشخص بالأوميكرون وأنها جاءت من مصر وأنها لمواطنة بلجيكية كانت مسافرة أعتقد من مصر إلى تركيا أو من تركيا إلى مصر ثم سفرت إلى بلجيكا هل يعني تكلمني عن هذه الحالة يعني بيوضوح وكما أعلننا برضو من الأول أنه إحنا لما بلغنا الخبر تواصلنا مع مسؤول عن تطبيق القواعد الصحية في منظمات الصحة العالمية في بلجيكا القواعد الصحية الدولية وبعتنا لهم للسفر على الحالة وجلنا رد رسمي بأن هذه الحالة كانت من مصر يوم 9-11 وظهرت عليها الأعراض يوم 21-11 يعني بعد 11 يوم ولم تقوم إلا المنظمة ولا المؤسسات الصحية في بلجيكا بعمل استقفاء لمجموعة من الأسباب أولها طول الفترة أنه العراض ظهرت بعد 11 يوم السبب الثاني أنه هي لما خرجت من مصر وبدلت ترنزيل على الخطوط الجوائد التركية في مطار التركية وتفرت إلى بلجيكا أول ما دخلت أول يوم في وصولها تم إجراء مسحة بالPCR للحالة وظهرت أنها سلبية وبعد سبع تيام من وجودها في بلجيكا تم إجراء مسحة ثانية وظهرت أنها سلبية فالحقيقة أنه الطب والتقصي بيقول أنه النهاردة بعد 11 يوم وإجراء مسحة أولى سلبية ومسحة ثانية بعد سبع كيام سلبية ده بيؤكد إلى حد بعيد أن مصر مستبعدة من أن تكون حدثت فيها هذه البصد وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك فترة حضانة طويلة بهذا الطول وبالتالي فترة حضانة طويلة فترة حضانة طويلة ده رقم واحد ثاني حاجة أنه عملت مسحة أول مواصلة في أول يوم في بلجيكا تعمل لها مسحة وطلعة تلبية وبعد سبع تيام من وجودها في بلجيكا تعملت مسحة ثانية وطلعة تلبية بس ده غير أنها طبعا وهي دخل مصر كانت جايبة بي سي آر معاها كانت جايبة مسحة طويلة لأنها غير متعامة كما هو واضح فبالتالي كانت جايبة ببي سي آر أصلا ناجتف وده كلام موثق من المسؤول منظمة الصحة العالمية في بلجيكا طيب